المشكلة التي تتعلمها في الماء لأن المشكلة للماء بطريقة العالنية هذه المشكلة تقريباً 40 عام أرقت الكتب بالنسبة لإشكالية الماء أنا كنت طالب في 90 عام أرقت الكتب بالنسبة للمشكلة لدينا مشكلة للمشكلة و لكن لا نوجده الواقع الماء يجب أن نتعامله بمعطيات استهلاك الماء القطع الزراعي هو أول مستهلك للماء بالنسبة لـ 80% يعني أي شيء نريد أن نفعلها بالنسبة للسياسات العمومية لكي نحافظ الماء يجب أن نكون أكبر مستهلك لا يوجد هذا الاستهلاك نحن المواطنين في المدن لا يتعامل إلى 5% و سأقوم بإشكالي حمام و سأقوم بإشكالية بحلقة ضحكة على عباد الله لا نقول بالطبع الماء صالح للشرب بالنسبة للطاقة و كل شيء يجب أن تخرج المواطن يحضي من استهلاكه و لا يكون تبديره و لكن هذه الخطة لا يتعامل إلى المواطن في المدن هو المسؤول و هو المخصوص و هو المخصوص و هو المخصوص لا يوجد أي شيء من استهلاكه و هذا لا يوجد أي شيء يعني بالطبع نرى المسألة هذه نحن في الحزب الاشتراك الموحد نحن هذا من الدول مع اختصاصي أنه لم يكن لا توجد شيئ و لن يجب أن اتركت لا تحتاج لا تحتاج تحتاج لا تحتاج لا تحتاج إلى مجلس المدنة لا تحتاج إلى مكان لنحل الإشكالية تدوير الطريقة العقلية للماء ولكن نطرحها بحيث لاحقا نحن الذين نعرفوا كيفية نضبر هذه المسألة ولم يكون المشكلة للماء إذا كان المواطن العادي يكون يمشي الحمام هذا ينقسم ولم يكون المسألة من الأسفل